السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهلا وسلام بكم مع حلقة جديدة نجيب فيها عن سؤال لماذا انتحرت الملحدة المغربية نعيمة البزاز نعيمة البزاز ملحدة مغربية سفرت لأمستردام في هولندا وبدأت تهاجم الدين وتتكلم في الجنس والإباحية وأصدرت عدة روايات ليس لها أي قيمة فكرية تذكر ثم بعد ذلك انتحرت بعد الصحف الصفراء بتلوج لخبر انتحارها بسبب أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب أفكارها المنحرفة عن الدين وكلامها عن الجنس وبيصوروها بقى على أنها بطلة وصاحبة قلم جريء في حين أنها انتحرت بسبب الاكتئاب لأن جيرانها الهولنديين الرحماء اللطفاء الظرفاء عملوها في حيهم بمنتهى العنصرية والحقد والكراهية وصحيفة رأيي اليوم بتقول إن أحد المواطنين الهولنديين في حي فينيكس قرأ الرواية التي تحدثت فيها نعيمة عن العنصرية في هولندا فلما قرأ الرواية ظن إنها كتبتها ضده هو شخصيا فجاب كنبلة ملوتوف ورح على بيتها عشان يقتلها طيب ما هي كانت ممكن تبلغ الشرطة الهولندية عن هذا الشخص وينتهي الموضوع يعني حتى انتحار هذه الملحدة صاغوه في الصحف الصفراء على أنها تلقت تهديدات بالقتل من رجال الدين في حين إن الله هددها بالقتل واحد هولندي لما حس إن الرواية الأخيرة لها بتتكلم عنه شخصيا وعن عنصريته ضدها عايزين يفرغوا موضوع انتحارها من معناه الحقيقي وهو أن بعد الإنسان عن ربه وخالقه يجعل حياته جحيما كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة وخلي بالك نفس الحوار ده برضو عملوه مع صارح جازي إنها عاشت مكتائبة بسبب اللي حصل لها في المعتقل في مصر طيب ما هي صارة بعد كده سفرت كندا وعملت كل اللي نفسها فيه صح؟ انتحرت ليه بقى؟ يا أخي سبحان الله الملحدة دول بيحلموا بالحياة في الدول الأجنبية وبيتجردوا من كل شيء لأجل هذه الحياة ويتركون دينهم ثم يذهبون ويعيشون هناك كما يحلوا لهم ثم ينتحرون وبيمثلوا علينا أنهم أخيرا وجدوا السعادة لما تركوا الدين ولكنهم في الحقيقة يعيشون أسوأ أيام حياتهم من شهر ولا شهرين صارح جازي والنهاردة نعيم البزاز وقبلهم ناس وبعضهم برضو هينتحر ناس لماذا ينتحر الملاحدة دوما؟ في البداية يفقدون دينهم ثم يفقدون دنياهم وآخرتهم دي رسالة لكل عاقل بيسمع للملاحدة ومفتون بتخريفهم ليه أنت بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتصدق تخريف الملاحدة؟ أديك شايف بعينك والعينة بينة يعني أنت شايف النتيجة هي بعينيك عملين يقتلوا نفسهم وينتحروا كل فترة واحد منهم يطلع يقتل نفسه وينهي حياته بإيده يعني نعيمة دي كانت عايشة في هولندا اللي كتير من الناس النهاردة بيتمنوا أنهم يعيشوا فيها ومع ذلك نعيمة البزاز لم تجد الراحة وطمأنينة النفس وسكون القلب والروح معنى كده أن حياتك في بلد نظيفة مش هي أهم أسباب السعادة في الدنيا روحك هتفضل تصرخ وتتلوى وتأن بحثا عن ربها وخالقها جسمك ده مخلوق من تراب من الأرض يعني وبرضو غذاء جسمك مما يخرج من الأرض لكن روحك ليست من الأرض وإنما من عند الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وتعلم أن الروح من عند الله فغذاؤها أيضا من عند الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين روحك تستريح لما تغذيها بكلام خالقها سبحانه وتعالى الملحد الحقيقي حياة فقدت المعنى أما تجار الإلحاد فلا ينتحرون لأنهم مستفيدون من إلحادهم ولو صدقوا مع أنفسهم لانتحروا هم أيضا لأن الإلحاد الحقيقي بيفقدك كل شيء في الحياة بيفقدك معنى الحياة ما فيش قيم ولا أخلاء ما فيش قواعد ولا ضوابط إن لم يكن الإله موجودا فكل شيء مباح لو ما فيش إله فكل شيء مباح ولا قواعد ولا ضوابط ولا قيم ولا أخلاق ولا أي حاجة خالص لذلك نحن نحذر الشباب من الإنزلاق إلى هذا المستنقع الإلحادي العدمي وإلا ستفقد معنى الحياة ثم تقتل نفسك بنفسك كما رأينا ذلك عدة مرات والغريب يا أخي إن ملاحظة العرب محدش فيهم بيخترع ولا لي أي إنجازات طبية أو علمية أو أي حاجة مفيدة للبشرية كل كلامهم فقط عن الجنس والهجوم على الدين والطعن في القرآن الكريم والسنة النبوية وأهل العلم طيب يا جماعة قدموا إنجازاتكم لا لا مفيش هم بس كل إنجازاتهم في الحياة كلام في الجنس والطعن في الدين وشتايم وسخرية من الناس يجي لواحد في التعليقات يقول لي يا عمي الناس طلعت الأمر وانت لسه يعيب تتكلم عن القرآن الكريم وبتتكلم في الدين وبتتكلم عن صيح البخاري طيب يا خفيف أنت مش بتتكلم في الدين ولا مؤمن بصيح البخاري من أصله ولا مهتم بالكلام بتاعنا من أساسه ليه أنت مطلعتش الأمر هل العب فيك أنت ولا العب في الأمر ولا الأمر مرضيش يقبالك عنده موضوع للحاد موضوع خطير جدا يقضي في البداية على كل القيم والأخلاق والمعاني عند الملحد ثم يتساوى عنده الموت والحياة فينتحر فيخسر الدنيا ويخسر الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الشيطان بوآعك في الكفر ثم يتبرأ منك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى ويحفظ أهلنا وإخواننا وأخواتنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل أوسي السادة المشاهدين أن يتابعوا سلسلة رحلة اليقين على قناة الدكتور يدق نبي وقناة الدكتور سامي عمري وحلقات الدكتور هشام عزمي وحلقات الدكتور هيثم طلعت عن الإلحاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته